محسين تفضلي السلام عليكم و عليكم السلام يعطيك العافية شيخ حياتي الله عندي ثلاثة سئلة أولي عافية فضلي أسأل عن عذاب القبر إذا شخص عادي عنده أخطاء عادية هل الله يعذبه لغاية القيامة أم يوقف عذابه نعم أختي الكريمة ما يتعلق بعذاب القبر بالنسبة لعذاب القبر المسلم يرجى له خير أما لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي في النميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم و لكن ذلك بوحي من الله سبحانه و تعالى أما نحن فإننا نرجو لكل مسلم أن هذا القبر هو عبارة عن روض مرياض الجنة فبالنسبة المسلمين نرجو لهم الرحمة من الله نرجو لهم أن الله عز وجل فتح لهم باب من أبواب الجنة فلذلك بالنسبة لهم لا يظن فيهم أنهم على عذاب أو نحو ذلك و إنما نظن فيهم الخير و نظن فيهم أنهم في رحمة الله جل وعلا